تحياتي لكل اخوات الاهلوية في كل مكان يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي امان حسين البدري امبارح فجر مفاجأة من العيار التقيل احنا كنا عارفين ان فيه فساد فاحش وطاغي في اتحاد الكورة ايام مجاهد وقبل مجاهد كمان ايام الجنيني وايام هانا بوريدة وكلهم صبيان هانا بوريدة وقال كلام فيه منطقة الخطورة وميده طالب بمحاسبته بالقبض على مجاهد وكل معاونيه بعد الفضيحة اللي قالها الكابتن حسين البدري الاول مكان او في الوقت اللي كان فيه مدرب المتخب الوطني وجابوا الخبير العالمي الخبير القسطوري اللي كان فيه شوية يوروهار موجودة في اتحاد الكورة فاضطروا ان هم يجيبوا البشمهندس فينجادة علشان يساستم الكورة في مصر ويساستم اللعبة في مصر تعالوا نطلع ونسمع ونشوف كلام حسين البدري ورد قاتل من ميده وتعلوننا تاني عشان عندنا كلام مهم عايزين نقوله بس ما تنساش عزيزي الاهلاوة وتدعمنا بلايك وشير الفيديو لو اول مرة تشوفني اول مرة تتابعني اول مرة تخدش قناتي بتشتريك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بنزل على قناة تقناتي الاهلاوية على اليوتيوب يلا نطلع ونسمع ونشوف حسين البدري وكلامه على مجاهد والكارسة اللي عملها وكمان رد فعل ميده ومطالبته بمحاسبة ومحاكمة مجاهد وكل من على شاكلته في اتحاد الكورة يلا بينا في انجادة خالص انا قابلت معها مرتين كان كل الحديث هو بيسرد هو عاوز يعمل ايه ويعمل ايه وطبعا انا وقتها ما كنتش فاضل الكلام ده اللي انديها طبعا وله هو كان بيقبض ليه اسأله احمد مجاهد ايو طبعا انت سألت احمد مجاهد لاما سألتوش انا احمد مجاهد جايه وقت اقللي انا حاجب ميدير وندي لاسألتو لالالالا ما سألتوش انا بالعرض اللي اتعرض علي ان في مدير فني اجلابي جاي لاتحاد الكوره وأتقللي بالضبط كده انا عندي شوائه يرغط اما تخلص حماش شيء وداللاج انا استغرفت احمد مجاهد اللي قالت كيف اه احمد مجاهد قالولي كيف انا استغرفت من اسلوب هل القرار بيتاخد بالشكل ده في قرار يتاخد بالشكل ده فانا ما كنتش باشغل نفسي بالكلاه ان فنجادة له شغله وانا لايه شغلي وفي نفس الوقت كان مضهود ما كنتش عاوز افكر انا فنجادة وحيعمل ايه فنجادة لان طبعا هو كان مفروض معدم بلان لاتحاد الكورة ده خاص طبعا هم اللي يتابعوه لكن ده اللي تقال لي وقتها وهي حد يكذبني خلي ما لكم الكلام اللي بتقال ده خطير لما رئيس اتحاد الكورة او رئيس اللجنة المعينة لجدير الكورة تقول او يقول للمدير الفني للمتخب الاول احنا جايبين مدير فني للاتحاد الكورة عشان معانا شوية يروهات زيادة عايزين نخلصها ولما تخلص هممشي ده كلام فيه استهزاء استهزاء بتاريخ الكورة المصرية وهو مش انا اللي بقول الكلام ده انا طول عمري انا بقالي سنتين بقولكم ان الناس دي الناس كان عندها مشاكل كتيرة جدا جدا وناس خرابت فيه الكورة المصرية قلتلكو الكلام ده كلام اللي كانت الحسابة بدري ده بيقوله ده بيأكد كلامي حاجات كتير بتأكد كلامي لكن الكلام اللي بيقوله كانت الحسابة بدري ده كلام خطير ليه انتو كلكم عارفين ان اتحاد الكورة الحالي برئيسة الاستاذ جمال علام استلم خزينة اتحاد الكورة خاوية فاش فلوس فاش فلوس يبقى النهاردة والاول مرة لعلمكم تبقى خزينة اتحاد الكورة هوية لما النهاردة الكلام ده يخرج بالشكل ده يبقى معناه ان كان فيه تعمد تعمد ان انت تلبس اللي بعديك انت بتلبسش اللي بعديك انت بتلبس مصر الكلام ده ما حصلش على المستوى المادي بس 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 كان فيه تعمد ان هو يحصل على المستوى الفني كمان لان الكلام ده بياخدني لحاجة تانية لماذا تم اعادة تعيين الكابتن شوقي غريب علشان يورط اللي جاي بعده بيورطه ماديا وبيورطه فنيا ده شغل شغل معلاش هتزعلوش مني شغل عصابات ده شغل عصابات النهاردة الناس الناس دي لازم تتحاسد بقى اي طريقة الناس دي لازم تتحاسد اسمعوا كلامي والله ما فيه حد ما بيني وما بينهم حاجة بس لازم يتحاسبه على اللي عملوه في الكورة المصرية النهاردة ان انت تقول ان انت تتعمد بالسانة اهو المدير الفني للمنتخب الوطني الصابق ان انت تتعمد ان انت تتسلم اتحاد الكورة اللي بعدك اللي جاي المنتخب ان انت تتعمد ان انت تتسلمه الخزينة خوية بقى اجرام معلش تتزعلوش بيني ان انت النهاردة تبقى عارف ان المدير الفني بتاع المنتخب الولمبي اذا تم اعادة تعيينه ان اول قرار اتاخد اقالة المدير الفني المنتخب الولمبي وده قرار قريني اتاخد بعد ما قد تخذت قراره ان الراجل ماشي يبقى انت كده فكرت تاني وقلت لا اتب تعال اورطهم خد البس انت ما لبستش الناس دي تلبست مصر تلبست مصر كلام ده خطير وتصريحات الكابتر حسان البادري اتمامنا ان يتم التحقيق فيها لازم يتم التحقيق فيها عشان كل من خرب وعبث بالكورة المصرية ووصلنا لله انا فيه يتحاسم يتحاسم بقى ما عارفش فين في برلمان في محكمة في انتقر معرفش انا مش رجل بتعقرونه بس لازم يتحاسم بكرة زي ما حضراتكم سمعتوا كابتن كابتن مصر كابتن الاهلي ومنتخب مصر حسام البادري قال ايه على مجاهد مجاهد يقول له احنا جب ده لك في انجادة علشان يمسكوا الادارة الفنية في الاتحاد الكورة قال له قال له ماشي قال له اصلحنا عندنا شوية يوروهات زيادة 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 فاحنا هندهم له ولما يخلصه هنمشيه يا حلاوة الحلاوة يا حلاوة الحلاوة شوية يوروهات زيادة شايفين المال السايل بيعلم السرقة ازاي طب شوية اليوروهات دولة كام طب هل انت قسمت معه في انجادة هل انت كتبت له بعقد وديت له قيمة معينة وانت ضربت الباقي في جيبة ما تفهمنا وميده بيطالب بمحاسبة الناس دي هو اللي قبل كده كانت حاسب جهاز المركزي للمحاسبات اكتشف بقلاوم تلتل على هانا بوريدة هلا هانا بوريدة تم محاسبته هانا بوريدة حر طليق على الرغم انه هو المفروض اه مكانه الحقيقية خلف الاسوار تم رصد ملايين ممالينة من خزينة اتحاد الكورة خرجت بازم وبقرار من هانا بوريدة وفي عجز ملايين من الدولارات لما سألوا هانا بوريدة قال ده انا كنت بسد ديون نادي الزمالك احدى مؤسسات الدولة نادي الزمالك اللي مكون في مؤسس الدولة فما ينفعش ان احنا نسيبه ينهار لكن تدفع من خزينة بتاعت منتخب مصر والشعب المصري اللي بيطالع عينه على ريف العيش والسكر والشاي والناس الغلابة اللي مش لاقي يتاكل وانت عندك شوية يوروهات زيادة رايح مديهم لفنجادة جايب لي واحد خواجه من اخر الدنيا مالوش اي ستمائة لازمة في اتحاد الكورة وبتدي له فلوس ببلاش من غير ما يشتغل الناس دي مش المفروض تتحاكم المفروض الناس دي تتعلق من رجليها تتعلق من رجليها بس الدولة فيه انا نمسي افهم يا سيادة الرئيس انت فين كل المسؤولين بتحاسب اشمعنا اتحاد الكورة والفساد والميغة والفلوس المهضارة دي راحت فين يعني لما تتعمد ان انت تعمل ان الخزمة خواية بدون اي فلوس وبدون اي مؤنع او بدون اي وارد او صادر وتلبس اللي بعدك في الحيط ده كويس ده حلو موصب المنصوبي انا ابو ريدا برضو بس ابو ريدا ما كانش يعرف ان جمال علام جاي ومجاهد ما كانش عارف ان جمال علام جاي كله بيلبس طوائل بعض وكله بيلبس الشعب المصر في حيط يعني مش كفاية ارتضينا باستمرار كيروش الفاشل واعد بيملي شروطه وقولك ان ااخد واعمل واسوي وغيرلي ونقصلي وزودلي وكمان يطلع ان اتحاد الكورة اتحاد الكورة عند يوراهات زيادة واليوروب عشرين جنيه عايز يدوم للفيديادة لما بيعملش اي حاجة ده نهيج عن الجنائين اللي كان بياخد فلوس من البنك بتاعه بيسد الدول نادي الزمالك وكان بيقول في كلاب اوسحنا ادينا الزمالك فوق ما يتصور وفوق طاقته واحسن من ما كان يتمنى حتى الجرجير ابو لامع طلع بكده في كلاب اوسحنا قال احنا بنتعي المظلومية لكن الزمالك بياخد اكتر من حقه هم بيعترفوا على نفس على نفسهم كل مخافية كانة اعظم ده فيه سواد وكوارث والشعب الغالبان مش لاقي هاكل يعني انتوا قاعدين في ميغة وفي فلوس وفي دولارات والشعب مش لاقي حرام عليكم في ناس رياضيين مش لاقي يتاكل في ناس عاديين بوسطاء مش لاقي يتاكل فين محاسبة الدولة من هذا الفساد يا سياد الرئيس انت فين من هذا الفساد فين الدولة فين وزير الرياض الزمالكاوي فين رئيس الوزراء الزمالكاوي ما تفاهمونا ارتضينا وقلنا مرتضى منصور خلاص سيبينه والدولة بتلهي الناس والكلام اللي بيتقاله والكلام اللي كلنا عارفينه طيب والفساد المالي مين بيحميه والصالح مين مين يدوء قال لازم محاسبة الناس دي فعلا الناس دي لازم يتحاسب مجاهد ده لازم يتحاسب فالح بس يقول الشكبالة قال لي يا أهلاوي على الرغم من الشكبالة طلع عيد أم كلنا شوفنا ولما قال له احنا هنحتفل غزبا عنك يا أهلاوي انت عشان أهلاوي مش عايزيننا نحتفل هو قادي كلمة أهلاوي يعني انت أصلا أهلاوي وقاعد في مركز مش بتاعك في مكان مش بتاعك انت بتسند الأهل ضدنا احنا هنحتفل غزبا عنك يا أهلاوي ادي كلمة أهلاوي أهلاوي مش شتيمة في الأصل ولكن في الوضع ده دي يعني شبهة انت بتجميل ضدي عشان انت أهلاوي منافس لي مش بتسندني عشان انت كارم وعشان انت متغاز ادي كلمة أهلاوي معنا كلمة أهلاوي على الرغم من نوع شطمه بهدله بس هو كان مرتضي وعلى قلبه زي العسل يغمد فلوس نا يا صدخل في صدمات معداء ومعداء لا يعان هو عده ورهات زيادة عايز يوزعها للناس وياخد منه حتة وياخد شوية في شلطة وهو ماشي والخزينة كانت تبقى خاوي ما فيعاش حد ده ياخد وده ياخد ده بيعتشارتات وده عمش عارف ايه والشعب الغلبان ما بيعملش حاجة غير انه هو بيزداد فقر والغناه بيزداده غنى وصراء فاحش من التربح الغير يعني سوي والغير قانوني انتهى الفيديو بتاعنا ما تنساش عزيز الاهلاوة تدعمنا بلايك وشير للفيديو لو اول مرة تشوفني اول مرة تتبعني اول مرة تخش قناتي تشتريك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا وقناتي الاهلاوية على اليوتيوب بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي سلام عليكم اشتركوا في القناة